نكمل على موضوعنا نقوم بإطار الكلاع الذي نكتبه نحن تعمل على سور كمبونات وعندما نضع بأشخال ونستخدم عناوين الأرعياء ونستطيع نكتبه وما يوجد مكونات التربة التربة ونستطيع نغير عندما نضغط عليها نغيرها بالحجم بموالتاب نبي بول نبي مالل نبي ميلي سعر وصف كل هذه الأيغونات التي شرحناهم قبل قليل فهذا ماذا يوجد عندنا؟ سلايد نظر 2 كما نغير من الشريط اللي اتخذ أمبولا أرقر وكل شيء فهنا عرفنا الجرافيكس وشرحنا كل الغونا داخلها واستخدمناها واستخدمنا الابلود واستخدمنا الباكي جراند بموالتاب الآن نعم الغونا التوز اللي هي الأدوات ممكن أن انا استخدم واستخدم بالسلايدات المالتين لأن احب خرائب فراح اختار الكانتري او ان اختار الريجن اللي هي أغالي فراح اختار الدولة اللي انا ابيها وراح احبها فراح تختل هذه هي خريطة العامرية فما انا اختار دولة معينة او اكتب عنها فراح تطلع لي خريطة الدولة المعينة اقدر انا اضيفها على السلايدات مارتي مثلا كمي اي مكان اللغب على اي هذه مثلا خيطتها استراليا هذه الا خريطة استراليا فانا اقدر اضيفها اضيفها عندي بالسلايدات عندي بس انا قاعد اكتب عنها فما لا داعي اني اضيف اي خريطة عندي اكتب عندي اه واندونا بعد ثم انا داعي استخدم اي خريطة عندي فراح نحط او ان انا ابيها الماب ابي الخريطة في استراليا فراح اضغط انسيرت ماب فراح تطلع عندي بالسلايدة اللي انا ابيها اوكي فهذه اي هي المابس ان انا اضيف خرائض فراح تطلع عندي اجتماعيات واجتماعيات واجتماعيات واندي احصائيات هنا اشكال الاحصائيات ابيها يكون لائن على خط ابيها تكون على اشكال مثلثة ابيها تكون مربعات ابيها تكون على شكل دائرة الشكل اللي انا ابي اختاره مثلا نختار الدائرة وهنا اروح عند اي اروح عند الاجزاء اللي انا كاتبتها اللي ابي اسوي فيهم احصائيات فرضا او ما حقبين سفاح الورانج سلبيري الواحد ونسقتها والسنة المعينة انا ما عندي سنة معينة مثلا انا اقدر اكتب الورانج نكتبنا مطونات التربة فنشوف مثلا الورم للوقت نشروف فيها فانا انا نضيف مثلا هلاء ما فانا اكتب هلاء ام نكتب اونا نكتب اونا نكتب 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 نقول ان الهواء كانت نسبتها مثلاً 30 بالمئة مثلاً الماء كانت نسبتها نقول 30 بالمئة مثلاً كانت المعادة نسبتها أكثر 40 بالمئة اثناء ثم اعتقدار كثيرة انها المئة ثم ان اعتقدار في الثاني 40 بالمئة الاخير هذا هو 30 بالماء والذين هو 30 بالماء هذا هو 30 بالماء فستطيع أعتقد الان اضثار بالألوان بعد عندي فأمانة بيها سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك هذا. هذه العالمات التي قمت بها استخدامها نقوم بإمكانك سوف نغيير بإمكانك الإحصائيات سوف نغيير سوف أضع 공دar الإحصائيات سوف نغيير مثل الامرس اكتور هذا هو الفاكتور سوف أغير الألوان سوف نتبع المكان الفاكتور سوف نضع الماء سوف نضع الماء هذه هي المعلومات سوف أغير الألوان لديه لون الاندبيجول مثل الوان في واحد الأوضال هنا أغير سوف نضع لون العنوان و المكونات أغير مثل الوان المكونات لديه سوف نضع سوف نضع و سوف نضع سوف نضع هذه سوف نضع و أغير سوف نضع حتى سوف نضع أغير سوف نضع و إذا كانت سوف نضع سوف نضع الألوان سوف نضع كلام سوف نضع سوف نضع أغير سوف نضع آد أو أدخل ماذا؟ أدخل ماذا؟ مثل ما قلنا عن إي فاين و أدخل ماذا؟ و أدخل ماذا؟ و أغير أنه لا أريد أي فول أريد شيئا فأسوى ولكن هناك في السلايد الأخيرة وضعنا فيها تحصائية و يمكنك تكتب فيها و أستطيع أسخرها بحيث أنه لا يوجد تحدثه و تنقبع لي كاملة و الآن عرفنا التحصائية و عرفنا المات و التي أخبرنا أنت فأنا أضيف صريبة معينة و أخبرنا فيديو فأسوى سأضيف الفيديو و سأقوم بعمل و أضيف ماذا عندي و سأقوم بالحب و لا تكتب فيديو لذلك أن أضيف الفيديو سأضيف عنوان و سأقوم بعمل هذه وإنها سلأ كملناها كلها إذا أنا أحفظ شغول هنا هي السلايد الأولى بسم الله أضعنا العناوين والصور وأожал하겠습니다 السياد ثاني فأ rotary 4 سار إضافة ثاني تفضل ومن ثاني تفضل إنية تفضل arsi أضغب أفضل ثاني سوف أط Rh1 تفضل من طريقتين حلقة الـ download انه يكون طريقة صورة نحفظ لي على طريقة صورة او انه هو bdf طبعاً bdf سوف يكون انه انا نشترك بفلوس الصورة لكي تكون الحجم مانع طبيعي او كميديم فعيل فرميت طريقة عادة الصورة وهذه هي كلها النعلومات حلقة انا انا سوف اقوم بعملها shape سوف اكتب عنوان حج الـ الـ مثلا مكونات التربة او السويل او التربة سوف اكتب العنوان سوف اطلب اوكي سوف اضغط اوكي سوف اضغط اوكي سوف اضغط اوكي سوف اضغط طريقة سوف اضغط اوكي سوف اضغط اوكي اضغط اوكي سوف اضغط اوكي اضغط اوكي الآن اعرفنا كل ايخونة ونظف ايخونة و عرضنا ايغانا ايغانا و عرضنا فيهم ايغانا و عرضناهم و عرضنا هنا ثلاث سلايدات ثلاثية حج الشر فنذهب إلى الصفحة الرئيسية هذه هي الطريقة اذا انا بيصوي انفوغرافيك يكون فاضي انا اصممها و انا اصمي كل شي و حين هذا انفوغرافيك اللي انا ترسويته اقدر اشوفه او انا اقدر اضيف عليه او اعدله احب ادت و اذهب اعدله و اضيف عليه الاشياء اللي انا اديها وهي الستنج ان انا بيصويه لكوبي اذا انا بيعرضه مرة ثانية اذا انا امسحه اني الواحد انا بيصوينا من زمان نغط على بريد و راح يمسح عندي و يبقى لي الانفوغرافيك اللي انا سويته ادت و شو فالفوغرافيك اللي انا ترسويته الحين اقدر اضيف كل شي اني حاج اذا كنا نستخدم اكسامبل او سامبل موجود اساسة فون بفريد نغير بس في الكنان و نعدد فون ندفعه و استفيد منها انه انتهي انفوغرافيك اللي اعلم انتهي 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 اختار واحد مثلا الروف ف جليد فيه كيف تستخدم هذا الفرافك مثلا نستخدم هذا أو نستخدم هذا في نوتي شيء فإن سألحقا للشكل مثلا نستخدم هذا فنستخدم هذا الوضع وعشائنا في محاطين محاطين كيف تستخدم هذا الصاند أغير بالكلام بعض الأدوات ومساطي شرحناه اذا كان اهو طاغي ابس ان انا حين اغير بها الكلام رح اغلب رح انسح باستغل اكتب الكلام اللي انا ابي رح اغير بنوع الخط رح اغير حجم الخط الساعة رح اغير بولد ولا مو بولد يميني ساعة اللي يكون طبعا التاخل دائما يكون بولد عشان شده هم يشيلون الخاصية البولد واكدر ان انا اغير بالصور اغير بالصور اقدر اغير فيها هذا ثاني اقدر ان اغير بالصور ان اشير هذه الصورة اقلو صورة ثانية اغير ثاني الصورة اغير بالتاريخ بالبنوان الى اي كون ثاني الاشياء اللي انا اغيرها نضعها إرداءه ملاحظة أنتم الموضوع ونضع الموضوع ونضر الموضوع الخريطة التي تطربیها يجب أن تفضل سامري سامري نقوم أن تغير تغير معنى السلم أنتم مروضة ونضع المناطق في صفحات التويتر ونضع تجاهز هناك ارتباط تشغيبية نستطيع ان ندخل و نضيفها سوف نطير الارتباط التشغيبية و نكتب الكلام هنا فهذا هو برنامج بكتو شايت أتمنى ان انا شرحت الطريقة وارحة و تسهل لكم الفهم تستطيعون استخدامه او ان انت تضيفون عليه بالسامبل الذي هو موجود